مشاهدين أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم في جولة الصحافة لهذا اليوم ولكن أصحبكم فيها بالنقاش والتحليل مع باقة من الأخبار التي تداولتها الصحافة الأجنبية والعربية والعبرية وسنقرأ وإياكم في ختام هذه الجولة بعض العنوين في بعض المواقع الإلكترونية لكن الآن دعونا نبدأ باستعراض ما سنناقشه وإياكم ونعرف تفاصيله خلال هذه الجولة أبدأ من صحيفة الغارديون ضمن الصحف الأجنبية التي سنترحها في هذه الحلقة هدوء حذر في واشنطن قبيل تنصيب بايدن هكذا عنونت الغارديون أما صحيفة انديبندنت فكتبت هذا اليوم بريطانيا تشدد إجراءات قيود فيروس كورونا بعد انديبندنت سنذهب وإياكم إلى ميدل إيست مونيتور والموقع كتب نقلا عن الأمم المتحدة التي قالت محادثات ليبيا تحرز تقدما نحو حكومة مؤقتة جديدة في البلاد أما موقع ميدل إيست آيفا عنونا وكتب هذا اليوم إسرائيل توافق على 780 منزلا للمستوطنين قبل خروج دونالد ترامب لكن في صحفنا العربية فقد اخترنا عددا من الأخبار وأبدأ من الحديث ضمن صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت هذا اليوم تقارير عن اجتماع سوري إسرائيلي في حميميم وهي القاعدة الروسية في سوريا أما صحيفة القدس العربي فعنونت وكتبت عن تجدد المواجهات في تونس وأن الداخلية تنشر تعزيزات أمنية بما صحيفة الجريدة الكويتية فعنونت وكتبت قول بايدن لإيران العودة للاتفاق النووي مشروطة بوقف التدخل في الخليج أما من الصحافة العبرية فاخترنا لكم هذا اليوم من موقع والله استعراض إسرائيلي لحصاد سياسة ترامب في القدس المحتلة ثم سنكون معكم في فقرة كاتب ومقال والذي سيكون المقال تحت عنوان المعارضة العراقية تحديات وأمال لكاتبه الدكتور جاسم الشمري الذي سيكون معنا ويصحبنا أيضا خلال هذه الجولة وآخر ما لدينا فيها سيكون ضمن الصحافة الإلكترونية وقراءة سريعة في عنوين بعض المواقع الإلكترونية الجزيرة نت والخليج الجديد وأيضا عربي 21 وكذلك بي بي سي عربي لكن الآن دعونا نبدأ وإياكم بمعرفة تفاصيل وقراءة أيضا ما ورد تحت هذه العنوين وتحديدا من الصحافة البريطانية حيث ينضم إلينا من لندن الصحفي دكتور إبراهيم درويش دكتور أل هنبيكا بداية معنا أهلا وسهلا صحيفة الجارديون سنبدأ من خلال ما كتبته ونقلت عن هدوء حذر في واشنطن قبيل تنصيب بايدن يبدو أن هناك تخوف كبير لدى القيادة الأمريكية من حدوث أي أعمال شغب أثناء عملية التنصيب بعد غد نعم هو السبب والمخاوف من ارتكاب الرئيس لحالي دونالد ترامب عمل لازال يوم أمس صحب الأحد تحدثت عن إمكانية حدوث انقلاب يقوم به الرئيس ترامب ومنه هذا طبعا مجرد تكاهنات لكن الإدارة الأمريكية أو الحرس الوطني أو الأمن الأمريكي لا يريد أن يضيع أي فرصة ويسمح للمتطرفين الذين احتلوا مبنى الكابيتل هول حتى أن الحرس الوطني يقوم بفحص العناصر فيها لخشة أن يكون هناك مندس أو موالي لترامب حتى لا يكون بأي عمل في أثناء عملية حملة التنصيب الآن كما تشاهد بالصور بمتابعة الأخبار تحولت واشنطن إلى ثكنة عسكرية والكابيتل هول إلى ثكنة عسكرية أن السكان لا يستطيعون التحرك حتى معظم السكان والكثير من السكان غادروا المدينة حتى يتجنبوا الإجراءات المشددة التي تقوم بها الحرس الوطني وأيضا الشرطة في أثناء عملية تنصيب فالخوف قائم والحكومة الأمريكية أو المسؤولين على الأمن لا يريدون تكرار ما حدث في السادس من كانون الثاني عندما احتلت مجموعة من الغغاء وأنصار ترامب المبنى الكابيتل هول طبعا ترامب لن يكون في حال التنصيب يوم الأربعة صباحا سيغادر وهو يتأمل بأن يكون ولديه وضع كبير وحافل حيث سينطلق بطائرة تابعة للجيش الأمريكي إلى بارلبيتش في فلوردا حيث يسكن طبعا دكتور إبراهيم لكن صحيفة الغاردين هل تحدثت عن أي التهديدات ربما قد وصلت إلى القيادة الأمريكية بشأن يوم التنصيب دونالد ترامب من جانب آخر لابد من التذكير وأنه قال بأنه سيكون هناك تسليم منظم للسلطة بمعنى لماذا كل هذا الخوف هل الكابيتل هيل وما حصل فيه فقط هو المشكلة الحقيقة أن الرئيس الأمريكي قال أن هناك سيكون عملية نقل للسلطة سلسة لكن المسألة هي في أنصارها الذين قالوا أن الرئيس الأمريكي هو الذي أداهم جعلهم يذهبون إلى الكابيتل هيل من أجل القيام بالعملية وكذلك حتى الذين تم اعتقالهم من الذين شاركوا في عملية الاقتحام قالوا أنهم ذهبوا بناء على أوامر وتعليمات من الرئيس الأمريكي للاقتحام الكابيتل هيل وحدث ما حدث الجواب على سؤالك الآخر هو الاف بياء قال أن لديه معلومات وخطط عن قيام مجموعة من الغوغة أو أنصار ترامب بأنهم سيريدون أن يقوموا بعمليات قد تعرقل أو قد تكون موجهة لحفظ تنصيب بايدن إذن هو في النهاية يوم مرتقب سيكون بعد غد ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية وإنما حتى للعالم أترك صحيفة الغارديان دكتور إبراهيم ونتحول إلى صحيفة إنديبندنت والصحيفة كتبت هذا اليوم وعنونت بريطانيا تشدد إجراءات قيود كورونا ما الذي يجري في بريطانيا بداية دكتور؟ مشكلة أن الكورونا أصبحت عصية على السيطرة والحكومة تحاول أن تصدر إجراءات أو تعليمات للمواطنين البريطانيين بالالتزام بالبقاء في بيوتهم أو ما يسمى بالإغلاق العام ويوم السبت كان هناك حملة واسعة في الإنترنت وفي أجهزة تلفزة ورسائل من وزارة الصحة ومن المسؤولين للبريطانيين يطالبون البريطانيين بالالتزام بيوتهم لكن الذي حدثه والعكس الكثير من البريطانيين خرجوا من بيوتهم هناك أيضا نسب عالية من استخدام المواصلات حيوالي 63% السيارة في الشوارع مقارنة 35% من حالات استخدام الشوارع في الإغلاق الأول في العام الماضي كذلك هناك أيضا استخدام كبير للحافلات واستخدام واسع للقطارات وحسب وزيرة أو باحثة في قليات كينز كوليج البريطانية في لندن قالت أن الرسائل المتناقضة هي سبب من الحكومة البريطانية حسب عدم التزام البريطانيين في التعليمات التي توجهها لهم الحكومة هناك أيضا مخاوف من الحكومة على النظام الصحي الأسابيع الماضية كانت المشاهد مثيرة عن السيارة الإسعاف التي تنتظر دورها حتى يتم نقل المرضى من كوفيد إلى العنابر المستشفيات هناك أيضا مشاكل في عدم التزام السكان بالتعليمات ومحاولة الشرطة فرض الغرامات على السكان لكن الكثير من محاولة الشرطة لم تكن كافية لمنع المواطن المخروج من بيوتهم يعني في أي لحظة يكون هنا فيها الجو جيد والسماء مشمسة يخرج الناس إلى الساحات العامة وإلى محلات أماكن التنزه للتخيج من حدة البقاء في البيوت يبدو أن هناك حالة من الملل لدى السكان رغم أن الحكومة البريطانية تقول أن الإجراءات لن تبقى بعد شهر المقبل أو حتى في شهر مارس المقبل وتقول أن معظم البريطانيين سيتم تطعيمهم وتوفير اللقاح لهم بحلول سبتمبر المقبل والآن حسب أرقام الحكومة هناك أكثر من ثلاث ملايين بريطاني تم تطعيمهم بلقاح إما أسفرزينيكا أو بايزر الألماني هناك أيضا حديث عن نقل الفئة منهم في عمر السبعين سيطلقون اللقاحهم الحكومة الآن تتبع سياسة خمس سنوات وخمس سنوات عندما ينتهي هذه الفئة تنتقل إلى فئة مقبلة مما يعني أن عملية التطعيم ستكون واسعة وستنتهي حسب إجراءات الحكومة إما بالصيف أو بداية الخريف المقبل يعني كل بريطاني بالغ سيكون قد تلقى طعم البيلوس باقتصار دكتور أنت ذكرت مسألة أنه سيكون رفع الحظر والإجراءات المشددة خلال الشهر المقبل لكن هل من الممكن أن يمتد الأمر أكثر حتى يصل إلى الربيع نعم يعني لا تزال هناك إمكانية يعني الحكومة البريطانية تضطر إلى اتخاذ هذه الإجراءات عندما يخرج تزداد الحالة يعني كما حصل في الإغلاق الأول في العام الماضي تم التخفيف من حدة الفيروس لكن عندما خرج السكان وبدأوا يعني يعيشون حياتهم بشكل طبيعي ولكن بحضر عادت الحكومة وفرضت هذه الإجراءات الآن يعني البريطانية مغلقة بالنسبة يعني المطارات مغلقة للقادمين وهذا طبعا قرار متأخر من الحكومة أي قادم الآن عليه أن يعيش في الحجر لمدة أسبوعين وإذا كان الفحص كان سلبي فيمكنه الخروج من الحجر بعد سبعة أيام هذه طبعا كانت إجراءات اتخذتها الحكومة البريطانية متأخرة رغم أنها بقية الدول في أوروبا أو غيرها اتخذت عمليات الحجر ومنع المسافرين القادمين من العودة إلى بيوتهم إلا بعد الحجر والمشكلة طبعا يعني هذه النقطة مهمة أن بريطانيا ليست الوحيدة التي تعاني من قدرة أو من مشاكل في فرض الإغلاق على السكان هناك هذه المشاكل في إسبانيا وفي إيطاليا وفي ألمانيا وفي فرنسا نعم دكتور إبراهيم وهذا التأخير أوقع الحكومة البريطانية تحت وابل من الانتقادات أتت من قبل المعارضة وحتى من بعض المواطنين نترك صحيفة انتبندنت ونتحول إلى خبر آخر وعنوان آخر في ميدل إيست مونيتور الموقع كتب وعنوان هذا اليوم نقلا عن الأمم المتحدة محادثات ليبيا تحرز تقدما نحو حكومة مؤقتة جديدة ما هي ملامح هذا التقدم دكتور؟ يعني هذه تصريحات ستيفاني وليامز القائمة بعمل المبعوث الأممي لليبيا قالت أنه اجتماع جينيف يوم السبت أدى إلى هناك تقدم ممكن في إطار تشكيل الحكومة وكذلك عقد انتخابات في ليبيا ولكن يعني اعترفت أن هناك مشاكل لا زال قائمة بين الأطراف فقط أن كل طرف يحاول أن يحصل على فرص أكثر تعرف أن ليبيا مقسمة إلى حكوماتين حكومة في الشرق وحكومة في الغرب وكل الحكومات غير متماسكة هناك أطراف أيضا داخل كل حكومة تحاول أن تستفيد من الوضع كما لاحظا في اجتماع تونس عندما تم اختار حوالي 75 ممثل من أطراف متعددة في ليبيا لكنهم يتفقوا على الكثير من الأمور وبدأوا يختلفون حول تشكيل الحكومة رغم أن تشكيل الحكومة هذه لم تكن في وارد المحادثات طبعا هذه جزء من التطورات التي حدثت العام الماضي يعني المحاولة البحث عن حد سياسي والخروج من الجمود الذي حدث خاصة بعد فشل الجنرال خليفة حفتر أو المتمرد خليفة حفتر في حملته على ترابلس وانسحاب قواته إلى مراطق الشرق وهذا بعد إلى حالة من الجمود على الساحة العسكرية ومما دفع الكثير من الدول والأطراف إلى البحث عن حد سياسي وكانت الأمم المتحدة واحدة في مقدمات هذه الأطراف لجمع المتحاربين ومحاولة الخروج من المأزق الليبي الذي مضى عليه أكثر من سنوات يعني ليبيا مقصمة إلى دولتين وحكومتين منذ عام 2014 لكن الليبيون لا يعترفون بذلك المناسبة وينزعجون حتى أحيانا من توصيف فكرة الشرق والغرب وإن كان توصيفا فقط من أجل الإشارة إلى المعسكرات الموجودة في ليبيا وليس تقسيما إداريا حتى لا يظن المشاهد فقط كل طرف يعترف أنه يعتبر أنه المسؤول وهو المنتصر في ليبيا والمشكلة في ليبيا عميقة يعني هي مشكلة لها علاقة بالولاقة القابلية وأيضا لها علاقة بالدول الخارجية التي تحاول أن تفرض سلطتها على اللعبين في داخل ليبيا هي فقط مجرد إشارة فقط لمن لا يعرف طبيعة الواقع والوضع في ليبيا نترك ميدل إيست مونيتور ونتحول إلى آخر ما لدينا من عنوين في الصحافة البريطانية وهو من موقع ميدل إيست آي الموقع كتب اليوم إسرائيل توافق على 780 منزلا للمستوطنين قبل خروج الترامب هل هناك علاقة بين هذه الخطط الاستيطانية وبين خروج الترامب ومجيء جو بايدن دكتور هي رسالة لبايدن الذي يبدو أنه سيعود بعد توليه السلطة إلى ما قبل مرحلة ترامب في موقفه من الاستيطان وكذلك أيضا في موقفه من الضم هناك تقرير تقول أنه بايدن سيقف أمام محاولة الرئيس الوزراء الإسرائيلي ضم المناطق واسعة من الضفة الغربية ونقطة أخرى لها علاقة بالانتخابات إسرائيل في آذار المقبل وتعرض أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه تحالف وتكتل يدعمه المتطرفون والمساطنون في داخل الضفة الغربية ويحاول أرضاءهم بأي وسيلة ويعتمد الآن على ما قم به من توفير الرقاح يعتقد أن هذه ورقة أو بطاقة تمنحه الانتصار لكن لديه محاكم بفساد بالإضافة أيضا إلى متطلبات المستوطنين التي لا تتوقف من خلال توسع الاسترطاني أو ما إلى ذلك كفية طبعا يمكن فهمها بجانبين جانب أنها رسالة لبايدن وأن الاسترطان سيمضي حتى لو حاولت أن توقف العملية الاسترطانية أو الضم ومن جهة أخرى يمكن فهمها أنها هدية للمستوطنين مثل الهدايا التي قدمها نيتين يهو تعرف أنه في الانتخابات قبل الأخيرة كان تحدث عن مشروع الضم الذي كان من أجل الفوز بالانتخابات لكن في معظم الانتخابات التي جرأت الثلاث انتخابات لم تكن النتيجة حاسمة لأي من الطرفين المشاركين فيها لا نيتينيها ولا جانس زعيم أزرق وأبيض وهذا المشروع الاسترطاني الجديد أيضا رفض من قبل السلطة الفلسطينية على لساني نبيل أبوردين من قبل الرئاسة وقال أنه يخالف القانون الدولي والشعية الدولية وقال أنه يخالف القانون الدولي الكثير من الدول غير أمريكية لأتحاد الأوروبي أصدر حسب التقرير بيان دانا فيه هذه الإعلانات شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم درويش كنت معنا من لندن عبر سكايب شكرا على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات نتوقف عند هذه الجولة من الأخبار الدولية في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ هل لا يزال ترامب يفكر بالانقلاب على السلطة؟ هل يتطلب الأمر كارثة أخرى لتذكر روهينجيا؟ المصالحة الخليجية تجمع شمل العائلات والمنطقة نشرت صحيفة ساندي تايمز تقريرا قالت فيه إن المحاولات لمنع بايدن من أداء القسم رئيسا لأمريكا لم تتوقف بعد وقال التقرير إن فكرة بقاء ترامب في السلطة في هذه المرحلة تبدو هزلية وصوت مجلس النواب على بنود اتهامه وتحويلها إلى مجلس الشيوخ لعزله ما يجعله أول رئيس يحاكم مرتين في تاريخ أمريكا أثناء حكمه وينتظر المحاكمة التي قد تعقد بعد خروجه من البيت الأبيض الأربعاء وبعدها سنعرف إن كانت ترامب قد خطط فعلا لانقلاب نشرت صحيفة لبيراسيون الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الكوارث التي تتعرض لها أقلية روهينجيا المسلمة في ميانمار ولفتت في تقريرها إلى أن حريقا هائلا نشب الخميس الماضي في أحد مخيمات اللاجئين في كوكس بازار جنوب بنجلاديش وقالت إن ألسنة اللهب دمرت ما لا يقل عن 550 منزلا يؤوي نحو 3500 شخص وألحقت أضرارا كبيرة وأشارت الصحيفة إلى أن المخيمات السابقة مثل مخيم نيابارا الذي كان يستقبل موجات سابقة من اللاجئين دمرت بالكامل كما فاقم فيروس كورونا من مآسي شعب الروهينجا نشرت مجالة كريستيان ساينس مونيتور تقريرا قالت فيه إن انتهاء القطيعة بين السعودية وقطر يجمع شمل العائلات وشمل المنطقة من جديد ولفتت إلى أن أهمية ذلك بعد ثلاث سنوات ونصف من الانقسام الذي لم ينتج عنه سوى عزل المواطنين عن بعضهم وبينما يناقش المراقبون إن كان اتفاق المصالح مجرد علاقات عامة كان هناك شعور بفرح ملموس من العائلات والأصدقاء المنقسمين في منطقة قبلية ربما تكون أكثر ارتباطا بالدم والتجارة من أي كتلة إقليمية أخرى الآن معكم في فقرة كاتب ومقال ومقال اليوم الذي اخترناه من أجل مناقشته جاء تحت عنوان وهو عن الموضوع طبعا عن العراق المعارضة العراقية تحديات وأمال وهذا المقال المنشور على موقع عربي 21 لكاتبه الدكتور جاسم الشمري الذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب لمعرفة ما ورد وما جاء من تفاصيل تحت هذا العنوان دكتور أهلا وسهلا بك دكتور جاسم أهلا وسهلا بك معنا الصوت ضعيف ترى ما وصلني صوت منكم لكن صوتكم صوتكم الدكتور يصل إلينا بشكل جيد وواضح ما شاء الله الآن شيء صوتك أفضل ممكن شيء يرفعوا الأخوة من عندك طيب احنا نرحب فيك أول شيء دكتور وبداية موضوع المقال المعارضة العراقية تحديات وأمال قبل حديث في موضوع التحديات وموضوع الأمال خاصة وأن التحديات أمام المعارضة العراقية خصوصا هي تحديات كبيرة ما هو شكل أصلا المعارضة القائم في العراق وفي الوطن العربي بشكل سريع نعم سلام عليكم تحية لكم ولمتابعيكم تعلم أستاذنا كريم أن المعارضة هي موقف وهي موقف ربما يعني غالي ثمن لا يمكن أن يكون موقف بالمجان ربما تكون الحياة الحرية أو حتى الكرامة والسمعة هي ضريبة هذا الموقف وبالتالي أعتقد أنه يفترض بكل إنسان حر أن يكون له موقف من الخراب والباطل والخطأ الموجود في أي مكان بالعالم وعليه كانت فكرة المقال هي فكرة أولية لإعادة أو إنعاش روح المعارضة العراقية بعد أكثر من 17 عاما من العملية السياسية التي جاءت بها الولايات المتحدة وقد تطرقنا في المقال إلى عدة ترتيبات ممكن أن تكون منعشة للمقاومة العراقية وحتى لغيرها من المعارضات أو المقاومات في العالم نعم لكن إن تتحدث عن قوى المعارضة التي التقت في المملكة الأردنية الهاشمية في العام 2014 وربما كان البعض في ذلك الوقت ينظر إلى هذا الشكل الجديد والنوعية الجديدة من الشخصيات التي كانت موجودة في هذا الاجتماع إلى أنها ستكون أمل ربما بمرحلة جديدة من شكل المعارضة القائم في العراق لكن ذلك لم يحصل دكتور وتلاشت الأمور بحسب ما ذكرت في المقال نعم يعني تعلم جنابك أنه تم هناك ترتيب لتجمع للقوى المعارضة العراقية في المملكة العردنية الهاشمية وكان تجمعا مهما لكن مع الأسف هناك ضغوط وظروف داخلية وخارجية حالت دون أن يكمل هذا المشروع أوراق المرسومة له وبالتالي تعلم هناك اليوم أو حينها ضغوط مورسة على القوى المعارضة العراقية ربما أجبرت البعض على التراجع ربما أجبرت البعض على السكوت وهذا الأمر كله كما تعلم كان بضغط من الدول المسيطرة على شأن عراقي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية فلو تم الترتيب لهذا الأمر ومن قبله مؤتمري المصالحة في القاهرة عام 2005 و2006 أعتقد كان يمكن تخليص العراق من الحالة السلبية القائمة الموجودة فيه كان ممكن أن يتم الاتفاق على الأطر العامة للمواطنة للحرية لحقوق الإنسان دون أن يكون هناك أي داعي لهذا القتل والترهيب الذي جرى ويجري حتى اليوم في العراق وعليه لم تكن هناك رغبة حقيقية لا حكومية ولا أقليمية مع لا سبب في الغالب ولا دولية من أجل إنجاح المعارضة العراقية في الداخل والخارج وبعد العام 2014 دكتور لم يكن هناك من جديد على هذا الصعيد باستثناء ما جرى ربما في العام 2015 من العراق الجامع بين قوسين ما أقدمت عليه هيئة علماء العراق لكن حتى هذا المشروع لم يمر في النهاية لماذا؟ نعم ذات الظروف ذات الأمور التي مرست على مؤتمر عمان بقيت ممارسة حتى الآن وحتى اليوم يعني حتى لو تريد أن تتحدث إلى حكومة بغداد حكومة بغداد تحاول أن تتجاهل القوى المعارضة وكأنها هي التي يعني حكومة ناجحة وهي حكومة ليس هناك أي اعتراض على عملها وكل ذلك بسبب تهميش أو غض النظر من غالبية دول المنطقة والعالم عن القوى العراقية المعارضة الموجودة في دول الجوار وحتى في الدول الأوروبية وعليه يفترض بمن يريد أن يخلص عراق من حال قائمة أن يسعى إلى إنعاش المعارضة العراقية من أجل التفاهم مع غالبية القوى الحاكمة عدل قتل والمجرمين إلى إيصال عراق إلى مرحلة جديدة مرحلة خالية من القتل والدم والإرهاب أما أننا نبقى في ذات الدوامة وذات الوجوه وعليه يوجد معارضة حقيقية في العراق واستمرار كثير من القتل والمجرمين في الملعب السياسي العراقي فأعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن يثمر عن أي خير لعراق ولا حتى للمنطقة وبالتالي يفترض أن توجد قوة أن توجد حالات من الدعم الإقليمي والعربي والدولي للمعارضة العراقية من أجل ترتيب أوراقها من أجل خدمة العراق والعراقي دكتور فيما يتعلق بما تحتاجه المقاومة المعارضة العراقية هذه الأيام ذكرتم مصطلح حقنة التماسك لكن ما الذي قد تحتويه أيضا من مواد هذه الحقنة من أجل علاج هذا الواقع الموجود اليوم ما الذي تحتاجه بشكل عام المعارضة العراقية نعم أنا أعتقد أنه لا ينكر أن هناك خلل أيضا في بعض فصائل أو قوة المعارضة العراقية هذا الأمر لا يمكن أن نقفز عليه ونقول أن الخلل فقط في الجانب الحكومي لا الخلل هناك قوة عراقية تسمى ومحسوبة على المعارضة لا تريد أن تتنازل لا تريد أن توافق على القدر الأكبر من المفاهيم أو المصالح أو المبادئ التي يمكن أن ننطلق منها في قطار المعارضة هناك قوة تريد أن تكون هي في الرأس هناك قوة لا تقبل المشاركة وهناك قوة من الآن تحاول أن تقول نحن الزعماء وبالتالي يفترض وهذا الأمر أعتقد هو الحل أن يكون هناك مجلس لقيادة المعارضة العراقية دون أن يكون لهذا الرئيس الذي ينتخب لهذا المجلس إلا صوت واحد من ضمن أعضاء المجلس وبالتالي يمكن أن نخرج من قضية أن هذا الطرف يريد أن يكون هو في الصدارة أو ذاك الطرف في الصدارة هذا أولا ثانيا يفترض بهذه المعارضة أن تكون لها كيان تسعى لترتيب كيان معين جامع لأغلب هؤلاء ومن لا يريد أن يركب في هذا القطار يمكن أن ينحى ويهمل ويترك ثم يفترض أن يكون هناك ناطق رسمي لهذه المعارضة حتى يتم استضافة من قبل قنوات الفضائية ويبدي بإظهار البرنامج السياسي والثقافي والاقتصادي لهذه المعارضة أما بقاء حالة التنافر والكثير من هذه القوة في هذا البلد أو ذاك فلا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يخدم المعارضة وعليه نحن بحاجة إلى حقن التماسك حقن تبعد الأنانية والأنى والمصلحة والشخصية وأن تكون الغاية هي العراق وليس غير عراق وخلاص كذلك العراق دكتور من واقعه المريض الذي تعيشه من الحالة الخاربة الموجودة نعم بالضبط من أجل خلاص العراق من واقعه المرير وأستقي هذه الجملة من المقال أيضا شكرا جزيلا لك دكتور جاسم الشمري كنت معنا عبر سكايب دعونا نتوقف عند فاصل ثم نواصل أهلا بكم من جديد مشاهدين ما بعد الفاصل ونتحول الآن إلى قراءة في العنوين عنوين تحديدا الصحافة العربية التي طرحناها في بداية هذه الحلقة لكن اسمحوا لي فقط أن أرحب بضيفنا هنا في الاستيديو الصحفي يحيى عياش لمعرفة تفاصيل التي وردت تحت هذه العنوين أهلا بك يحيى معنا أهلا بك ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط الصحيفة كتبت تقارير عن اجتماع سوري إسرائيلي في حميميم الموضوع مربك قليلا أو متداخل حميميم الروسية وإسرائيل التي تقصف في سوريا والسوريون الآن يجلسون معهم النظام الصحيفة تعتمد في هذا الخبر على ما أصدره مركز جسور للدراسات السوري يقول المركز أن الاجتماع عقد نهاية الشهر الماضي ما بين مسؤولين إسرائيليين وكذلك مسؤولين في النظام السوري كما ذكرت هذا يتناقض مع الضربات الجوية الأخيرة الإسرائيلية في سوريا هدف الإسرائيلي من هذا الاجتماع كما يذكر المركز هو نفسه ما يسعى لتحقيقه عسكريا إبعاد التواجد الإيراني في سوريا أما النظام السوري يسعى تحت غطاء روسي إلى التمسك بأي ورقة تبقيه في المستقبل بمعنى أنه عرض في هذا الاجتماع مساعدة إسرائيلية في العودة إلى جامعة الدول العربية وكذلك في المساعدات المالية وتخفيف العقوبات على دمشق المركز أيضا يقول أن إسرائيل تسير في مصارين مصار سياسي ومصار عسكري هذا الاجتماع وإن صح لا يلغي الضربات العسكرية التي زادت في الآونة الأخيرة وكل هذه تسبق مجيء الرئيس الأمريكي المقبل جو بايدن صحيح المركز يقول أنه حتى وإن هذه الاجتماعات لم تخرج بأي تفاهمات لكنها تؤسس للمشهد القادم خلال العام الجاري بمعنى أنه حتى ربما يكون هناك من تنسيق بشأن هذه الضربات لا أعرف إن كان هناك تنسيق أيضا مع النظام السوري خاصة وأنها عادة ما تستهدف الإيرانيين الموجودين على الأراضي السورية هل تم التطرق إلى هذه النقطة؟ المركز لم يتطرق إلى هذه النقطة بالتحديد لكن هناك تقري إسرائيلية تحدثت عن وجود تنسيق بشكل مباشر أو غير مباشر مع النظام وكما ذكرت أنه الهدف الأساسي من الضربات الإسرائيلية هي إزالة التواجد الإيراني في سوريا نتحول من صحيفة الشرق الأوسط إلى صحيفة القدس العربي والصحيفة كتبت هذا اليوم وعنوان التجدد المواجهات في تونس والداخلية تنشر تعزيزات أمنية ما الذي يجري في تونس؟ هذه الاحتجاجات تتجدد لليوم الثاني على التوالي تزامنا مع الذكرى العاشرة لثورة التونسية هناك مواجهات ما بين محتجين وعناصر الأمن هناك حملة اعتقالات واسعة كما يذكر التقرير هناك أيضا الجديد انتشار لقوات الجيش لأن هناك أعمال عنف في بعض المحافظات ووصلت إلى العاصمة تونس لا يوجد هناك مطالب واضحة من المحتجين لكن هذه الاحتجاجات تتزامن مع ترد الأوضاع الاقتصادية من جهة في تونس وكذلك الأوضاع الاجتماعية وأيضا في ظل زيادة التوتر بين الفرقاء السياسيين ربما هذه الاحتجاجات تمثل اختبار حقيقي لحكومة تونسية في كيفية التعامل معها بظل هذا التازم السياسي لمشهد التونسي خاصة هناك يقال بأن هناك حرب صلاحيات ما بين رئيس الحكومة والرئيس التونسي كذلك قيس السعيد ورئيس الحكومة كان قد أقال خلال فترة الماضية ثلاثة من الوزراء ما يعقد من المشهد السياسي أكثر فأكثر في تونس نترك صحيفة القدس العربي ونتحول إلى صحيفة الجريدة الكويتية والصحيفة كتبت بايدن لإيران العودة لاتفاق النووي مشروطة بوقف التدخل في الخليج ربما هذه امتداد للحراكة الكثيفة المنطقة الخبر يقول أن هذه الرسالة وصلت من فريق بايدن إلى الإيرانيين عن طريق مسؤول أمريكي مرتقب في إدارة بايدن تتضمن أن هناك شروط لعودة واشنطن للاتفاق النووي الصحيفة بطبيعة الحال الكويتية ركزت على موضوع عدم التدخل بالشان الخليجي وهو من ضمن الشروط لإزالة العقوبات بشكل كامل حيث أن فريق بايدن أبلغ الإيرانيين أن هناك استعداد لتخفيف جزء للعقوبات وليس بتخفيف كامل إلى حين إزالة التهديدات كما تقول الرسالة التهديدات المتعلقة بإسرائيل من جهة وأيضا بالدول الخليجية من جهة أخرى يعني في النهاية العودة للاتفاق النووي ممكنة لكنها مشروطة مشروطة صحيح لن ندر الحديث في الفترة الماضية إذا ما كان بايدن سيعود إلى هذا الاتفاق أم لا وحتى وإن عاد فقيل بأنه سيعود أيضا بشروط جديدة ربما هذا الخبر يؤكد أيضا حتى نهاية هذا الخبر يؤكد أن أولوية بايدن إصلاح المشاكل الداخلية في أمريكا وبعض الملفات ومن ثم معالجة أو إصلاح الملف القضايا الخارجية وعلى رأسها طبعا دائما إيران وكذلك الصين الصين صحيح سنتوقف الآن عند هذه الجولة من الأخبار المنوعة ونعود في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ عرض سخي للعصور على بيتكوين بمكب نفاية في بريطانيا أشياء لا يجب عليك فعلها بعد الأكل مباشرة سحرة العالم يجتمعون للاحتفال بمئوية شطر الجسد إلى نصفين قدم مبرمج بريطاني عرضا سخيا على سلطات المحلية للسماح له بالبحث فيما كب النفايات عن قرص صلب يحتوي على نحو 7500 عملة بيتكوين وقال جيمس هويلز إنه ألقى القرص الصلب بالخطأ في النفايات القريبة من منزله منذ أكثر من سبع سنوات ويعتقد أنه بالإمكان إنقاذها وتبلغ قيمة عملات بيتكوين التي يبحث عنها هويلز نحو 300 مليون دولار خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها العملة وتخطى سعرها 40 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها نشر موقع خنيال الإسباني تقريرا تحدث فيه عن جملة من العادات التي نمارسها بعد تناول الطعام دون التفطن إلى الأضرار الصحية الناجمة عنها ومن أبرزها الاستحمام حيث أن ذلك يبطئ انتقال الدم للمعدة اللازم للهضم كذلك شرب الشاي مباشرة حيث يمنع امتصاص الحديد كذلك النوم مباشرة حيث يتسبب بحرقة المعدة ويهدد بالسكتة الدماغية كذلك لا ينصح الخبراء بممارسة الرياضة بعد الطعام حيث يمكن أن يتسبب بحدوث الغثيان والتشنجات كذلك التدخين حيث يمتص الجسم النيكوتين بشكل أسرع قبل مئة عام وضع الساحر بيتي سليبت امرأة في صندوق على مسرح فينسبري بارك في لندن وشطر الصندوق بالمنشار إلى نصفين في فقرة سحرية أصبحت من الكلاسيكيات وسيجتمع سحارة من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت الأسبوع المقبلة للاحتفال بمئوية هذه الفقرة المميزة وقال الساحر والمؤرخ مايك كافيني نفذت هذه الفقرة وصارت من أكثر الخدع البصرية تأثيراً وشهرة على الإطلاق في رأيه وأقدم الساحر ديفيد كوبرفيلد نسخة خاصة به حين نفذ الخدعة على نفسه باستخدام منشار شطر جسده إلى نصفين الآن إلى آخر ما لدينا في الصحافة المكتوبة ولكن هذه المرة عنوان في الصحافة العبرية اخترناه من موقع والله العبرية الموقع يتحدث عن استعراض إسرائيلي لحصاد سياسة ترامب في القدس المحتلة ماذا كان في هذا الحصاد؟ ربما تتناول الكاتب الإسرائيلي في هذا التقرير مع الامتيازات التي حققها ترامب خلال سنوات رئاسته الأربعة للاحتلال الإسرائيلي وتحديداً فيما تعلق في مدينة القدس وفي تعزيز تنفيذ السياسات التهويد والاستطان في مدينة القدس الكاتب الإسرائيلي تقول أن أبرز هذه الامتيازات كان الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وكذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة هذه النقطة بالتحديد تقول الكاتبة أنها شكلت نقطة تحول في تعزيز الخطط الاستطانية التي كانت موجودة في السابق لكنها أتاحت لها سرعة في التطبيق والتنفيذ تتطرق أيضاً التقرير إلى زيارة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب إلى القدس وحاط البوراق خلال ولايته المنتهية التي تنتهي بعد يومين نعم إذن هي عدة استعراضات لكن ربما كان الأبرز والأشهر بالنسبة للجميع هو مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ما يؤشر على اعتراف أمريكي بالقدس كاملة لإسرائيل شكراً جزيلاً لك الصحفي يحيى عياش على حضورك معنا اليوم في الأستيديو شكراً جزيلاً لك ونتوقف الآن عند آخر الأخبار المتعلقة بفايروس كورونا ونعود توقعات بتفشي واسع لكورونا بأمريكا بعد رصد الطفرة الجديدة قالت مراكز أمريكية لمكافحة الأمراض أن الطفرة سريعة الانتشار التي طرأت على فيروس كورونا تم العثور عليها في الولايات المتحدة وتوقعت أن يساهم دخول التغيير بالفيروس في تفشي أكبر للفيروس مشددة على ضرورة بذل جهود كبيرة في التوعية بارتداء كمامات وتجنب التجمعات وتطبيق قواعد التباعد وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إنه يجب التعزيز من جهود التطعيم لدى الناس التي كانت أبطأ مما كانت أمله الحكومة الفيدرالية وفاة كل دقيقة في بريطانيا بفعل كورونا لا تزال وطيرة الوفيات في بريطانيا تتواصل بوطيرة مرتفعة بعد تسجيل أكثر من 1200 حالة وفاة مساء السبت ليصل العدد الإجمالي إلى 88.590 ووفقا للإحصائية مقارنة بالدقائق يفقد بريطاني حياته كل نحو دقيقة بفعل كورونا في بلد سجل أكبر عدد وفيات في أوروبا على الرغم من وفاة عدد أكبر في إيطاليا وبلجيكا على أساس العدد إلى كل مليون نسمة وذكرت مصادر الطبية بريطانية أن الموجة الثانية من الفيروس شهدت إصابة أشخاص أقل سنا مقارنة مع أعراض أكثر حدة ومعاناة أشد الآن مشاهدين إلى آخر محطاتنا في جولة الصحافة لهذا اليوم وهي قراءة في عنوين الصحافة الإلكترونية وأبدأ من موقع الجزيرة نت والموقع ما زال يتابع بشكل حثيث أيضا مسألة اقتراب تنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية وتبعات وتداعيات أيضا اقتحام الكونغرس قبل عدة أيام من قبل أنصار إترام هدد بإسالة الدماء اعتقال مسؤول على صلة بأحداث الكونغرس وترقب لعفو رئاسي عن متورطين فيها يتساءل الموقع أيضا عبر هذا العنوان هل ستتم محاكمة ترامب بعد انتهاء حكمه؟ الجزيرة نت تحاول الإجابة والتايم أعمال الشغب بالكونغرس تشكلت عبر سنوات تعرف على أسباب انقسام أمريكا قرار لبايدن يتعلق بالمسلمين في يومه الأول مشهد محاكمة ترامب بدأ بتشكل وعضو بالكونغرس يدعو لاعتقاله وبدأ يتشكل هناك السلطات حولت مسار طائرته الأمن الروسي اعتقل المعارض نافالني بعيد عودته من ألمانيا أيضا في العنوان المطروحة على موقع الجزيرة نت هذا اليوم ماذا لدينا أيضا الحديث مستمر فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية وتبعاتها هنا مسؤول إيرانيا في وسائل الإعلام الإسرائيلية اتصالات سرية وهادئة بين إدارة بايدن وطهران ننتقل من موقع الجزيرة نت إلى موقع الخليج الجديد كتب الموقع هذا اليوم سر فرنسي وراء تطور النووي الإسرائيلي وهكذا خدعت تل أبيب واشنطن أيضا في الخليج الجديد هذا اليوم من عنوين تأثيرات متباينة ماذا يعني إنهاء حصار قطر بالنسبة لاقتصادات دول الخليج في الموقع أيضا هذا اليوم بوادر هجوم أوسع ماذا وراء التحركات التركية الأخيرة في شمال شرق سوريا في الخليج الجديد أيضا معهد إسرائيلي يقول إيران سيكون لديها قنبلة نووية في هذا التاريخ وفورين أفز بايدن لن يغير سياسات الترامب الناجحة في الشرق الأوسط وتوقفت منذ 2007 السعودية تعلن استئناف الحركة التجارية مع قطر نترك موقع الخليج الجديد ونتحول أيضا إلى قراءة في موقع آخر وهي عنوين موقع عربي 21 العنوين الرئيسية في الموقع الاحتلال يشن غارات على مناطق مفتوحة في غزة واجتماع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة لمناقشة ملف الانتخابات وأكاديميون لعربي 21 يقولون الانتخابات لن تحمل جديدا للفلسطينيين أيمن نور لهذه الأسباب نقلنا نشاط حزب غد الثورة إلى الخارج أيضا نشطاء يتمسكون بأمل استعادة ثورة يناير بمصر رغم الشتات حوار لعربي 21 مع مختص بالأمصال حول لقاحات كورونا والموت يواصل مطردة أطفال سوريا 30 ألف ضحية منظمة داون تنشر تفاصيل جديدة عن اعتقال سلمان العودة وبرشلونة يخسر لقب السوبر وميسي يخرج بالبطاقة الحمراء وهذه أول بطاقة حمراء في تاريخ مسيرة اللاعب نترك عربي 21 ونتحول إلى موقع بي بي سي عربي الموقع كتب هذا اليوم اعتقال العشرات بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في تونس لليوم الثالث على التوالي ثلاث صور من الثورة التونسية أين أصحابها وماذا حدث لهم بعد عشر سنوات على بدايتها عائلات شهداء الثورة في تونس ينتظرون الاعتراف الرسمي بهم وتعويضهم حكاية الانقلاب الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة وثائق بريطانية تكشف مواقف دول عربية من النزاع مع ايران على جزر الخليج وهنا اعتقال المعارض الروسي اليكسي نافالني فور عودته إلى موسكو وبايدن يعتزم التراجع عن بعض سياسات ترامب بمجرد توليه الرئاسة بهذه العنوين نصل إلى ختام جولة الصحافة لهذا اليوم ونشكركم على المتابعة هذه أطيب المنى في أمان الله اشتركوا في القناة